موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفعنا وقسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع كل يوم في صراع وما زلنا على حلبة المصارع بنقول للشيطان وقفين ومستعدين وهنخوض معاك جولة بعد جولة وأكيد طول ما احنا بنستعين بربنا هنستعين بفضل الله هنقدر ننتصر عليك وطول ما احنا عندنا حصن ظن بالله هننتصر عليك وطول ما احنا جوانا إرادة وعزيمة إن شاء الله عمرنا ما هنسلم أبدا وهنفضل ماشيين في طريق ربنا وهنفضل ماشيين في طريق حبيبنا صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يجمعنا في الجنة مع كل حبيبنا الطيبين اللي هيقفوا وكل واحد فيهم هيصرعك ويقول أنا المصارع قدر الشيطان بكل أسف إن يسول لبعض المسلمين إن يدب في قلوبهم اليأس والقنوط ويعيشوا بلا أمل وبعضهم يعترض على قضاء الله وعلى قدري وعايز أقول المسلم عمره ما ييئس أبدا لأن المسلم طول ما حياته موصولة بالله وطول ما هو ماشي في طاعة ربنا عمره أبدا ما ييئس مهما حصله ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم اختصر حياة المسلم في حديث جميل جدا روا مسلم قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له في كل الأحوال شعرنا الجميل اللي بنرفعه كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاءات شديدة جدا اترمى صلى الجزول على ظهره وترمى الطلاب فقراصه واترد من مكة وتقاذى في الطائف ورغم ذلك قالت كلمة جميلة جدا قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أنا ما يهمنيش إيه اللي يحصل لي المهم إن انت تكون راضي عني فطول ما ربنا راضي عنك لو الدنيا كلها كادت لك ولو الدنيا كلها انقلبت رأسا على العقب لا تتأثر مدام ربنا راضي عنك لأنه لو رضي عنك هيسعدك دنيا واخرى ولذلك ربنا ينادي على أهل الجنة ربنا يجعلنوا اياكم منهم فقول يا أهل الجنة هر رضيتم فيقولونا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقولوا جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولونا وأي شيء أفضل من ذلك فيقولوا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا عايز أقول لك حاجة وقول لكل مسلم حبيب لقلبي قاعد قدامي دلوقتي عايز أقول لو ضاق عليك رزقك فلا تيأس وتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيق عليك حاجة إلا لحكمة عظيمة جدا لأن احنا على يقين من أن النبي قال لنا وإحنا مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند أحمد بسند صحيح إن الله تعالى لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب تخافون عليه حيانا يبقى العبد ده لو ربنا فتح لي أمور الدنيا من فلوس سيارات لمناصب لشهرة العبد ده هيبعد وهيضيع ومش عمره ما هيصلي ولا يسجد ده ربنا سبحانه وتعالى وممكن يخش النار بسبب الدنيا فربنا بيحميه من الدنيا ويسيبه عايش فقير عشان هيجبر كسره يوم الإيامة في الجنة وهيدخل الجنة وخلي ينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة حبيبنا ما تصلى عليه يقوله كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم يقوله صلى الله عليه وسلم يقول إن ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله ربه جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقوله لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط وده ما يمنعش أن أنت تاخد بالأسباب أن ربنا يكرمك بالرزق الحلال يقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بسند صحيح أن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجمله في الطلب قد بالك ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق أن تطلوه بمعصية الله فإنما عند الله لا يناله إلا بطاعتي الله أكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقولنا ما تيأسوش من مسألة الرزق ما حدش هيموت إلا هو واخد رزقه بفضل الله ومستكمل أجله عمرك ما هتموت ناقص عمر وعمرك ما هتموت ناقص رزقه ولو كان إنسان مريض أنا عايزه يرفع شعار وإذا مردته فهو يشفين ويعلم يقينا إن الفرج قريب وإن المرض ده ممكن يكون هو عين الرحمة لأن بالمرض ده بيتغفر الذنوب وتتكفر سيئاته ويترفع درقته في الجنة ميصدق حبيبك طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند الحاكم وابن حبان بيسنادي الحسن إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها ويقوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا يوضح فيها أجر المريض أجر المريض ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه واللي اتحرم من لذة النجاح ولا بجيب لك حاجات كده كلها بعيد عن بعضها كإني بقلقي لك فلاشات كده على كل الأحزان والأشياء اللي بتخلي الناس كتير جدا تيأس من حياتها بقولك إوعى تيأس ممكن يكون ده هو عين الرحمة بفضل الله ويمكن قلت لحضراتك قبل كده في حلقات كتير جدا إن أي بلاء في الدنيا يا جماعة عمل زي العملة اللي ليها وجهين عارف العملة الفضية ديت ليها وجهين الواجه الأولان هو عين المحنة والواجه التاني هو عين المنحة ممكن إنسان مثلا في أي وقت ما أو في بلد ما اتعرضوا لابتلئات زي إخواننا في غزة ربنا يفرج هموم يا رب العالمين كان الشاب تطقتها رجلية يبقى عين المحنة إن رجلت قطعت وعين المنحة إن رجلت سبقته للجنة يبقى واحد عيازا بله فقط عينين وعيف عين المحنة هنا إنه هو فقط عينينه خلاص ما بقاش يشوف لكن عين المحنة عين المنحة إن المولى عز وجل قال من أخفته حبيبتي اللي أم عنيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة يبقى الإنسان فقط أولاده فعين المحنة إنه فقط أولاده وعين المنحة إنه أم يسبقوه للجنة وينتظروه عند أبواب الجنة الثمانية فما فيش بلاء إلا وتلاقي ليه وجهين وجه المحنة ووجه المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى فاللي حرم من لذة النياح ما يقس ويحاول مرة ومرة ومرة ولو ما نجحش فيكفيه شرف التجربة يكفيه إنه هو ما أسرش وحاول وبزل جهده ويامى ناس كتيرة نجحت ولكن بعد المحاولة رقم ألف وبعد المحاولة رقم عشر تلاف لكنه في النهاية نجح ووصل وأوعى تلتفت وأوعى تلتفت لأعداء النجاح اللي بيحاولوا يوقفوك ويعطلوك امشي في طريقك وينجح وخليك ماشي في كل حاجة تقربك من ربنا في كل حاجة تقدر تخدم بها دينك ووطنك خليك ماشي وخليك ناجح واعلم وتيقن إن محدش بيرمى حد بالحجارة إلا إذا كان الإنسان ده ناجح فلا يلقى بالحجارة إلا الشجر المثمر ولو كان شاب من شبابنا نفسه يتجوز ومش قادر يتجوز بقول له ما تيقس وخد بالأسباب وخلي عندك يقيم في الله سبحانه وتعالى حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عونهم والعون ده زيادة عن الرزق النبي بيقول فيه عن المولى عز وجل جعل فيه ثلاث أصناف من الناس حق على الله إنه هو يعينهم فوق الرزق كان من دونهم الشاب الذي يريد العفاف فتيقن إن ربنا هيعينك وهيقدرك وهيصلى كل خير واللي كان عايش في معاناة مع زوجته أو كانت هي عايشة في معاناة مع زوجها بنقول ما تيقس وما تيقسيش وعليكم بسهام الليل والدعاء عايز جوزك يحبك خلي ربنا يحبك الأول طب هيحبيني إزاي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوعطينا لو سألت ربنا في الوقت ده أنه يحب بليك جوزك ويحببك لزوجك بفضل اللي ده هيحصل والمولى عز جل لو حبك هينادي على جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبها فيحبك جبريل عليه السلام ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع فتحبك الملائكة ثم يوضع عليك القبول في الأرض فأول واحد يحبك زوجك هيكرمك ويعيش معاك بما يرضي الله وبالمعروف وسبحان الله وإن لم تنصلح الأحوال هننسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى واللي عاش فقير وعمره ما حس بطعم الغنى وكان نفسه اللي يكون غني ومعه ثرواته ومعه ومعه عايز أقول لك افتكر حال النبي اللي كان بينام على الحصير والحصير بيأثر في جنبه حتى إن الصحابة ومنهم ابن مسعود يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيكون مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استضل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها وكان النبع سام بيربط على بطن حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم وكان أكثر دعاء النبي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ومات ودرعوه مرهون عند رجل يهودي على ثلاثين صاعة من شعير واعلم أخي الحبيب إن فقراء المؤمنين هيخشوا الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام كما ثبت ذلك في الحديث الذي روحه الترمذي وبإسناد صحيح فهو عطي أسوع تقنط من رحمة الله وتعالى نكمل يعني ينابيع الأمل اللي بنقذفها في قلوب المؤمنين ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي وحبيبي لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس لا يمكن أبدا أن في مؤمن يأس عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وذيس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لو حرم الإنسان من نعمة الذرية ويا ما ناس قاعدين قدامي أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا بالذرية الطيبة المباركة اللي اتحرم من الذرية أوعتي أسوع تقنط من رحمة الله الشيطان بيجي لك بيقولك إش معنى أنت اللي اتحرمت من الذرية ما غيرك عنده 12 ولد واللي عنده 30 ولد إش معنى أنت يعني خسارة فيك ولد واحد خي وحبيبي خذوا بالأسباب كتروا من الدعاء دعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين كتروا من الاستغفار فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مضرارة ويمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهارة خذ بالأسباب الطبية يمكن يكون أمر يسير ويتعالج بسهولة أحسن الظن بالله وبعد الأربعة دولت لو ما جاش الولد فاعلم أنهو ده عين الخير لك فقد ترزق بأولاد ويطلعوا عقيم بيك يتابوك في حياتك ربنا يرزقنا وإياكم الذرية الصريحة رب العالمين وإن كنت مذنبا وعشت حياتك سنوات طويلة على الذنوب والمعاصي والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى أوعتي أسوء أوع تقنط لأن ربنا اللي قال لك كده قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيمة لا تيأس ولا تيأس حد من رحمة ربنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كم عند أحمد وآبي داود بسند صحيح بيحكي عن رجلين في كانوا بني إسرائيل كانوا متواخيين متصاحبين فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا خد بالك فكان المجتهد يمر على المذنب ويدعو بطريقة غليزة أول ما يشوفه على زنب يقول له أقصر فالتاني يقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا في يوم الأيام المجتهد شاف المذنب على زنب فقال له أقصر فوالله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة يقوله أبو هريرة راو الحديث والله لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته فلما مات المذنب والمجتهد اجتمع عند ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن موقف حصل وبيحكي عن موقف هيحصل حكى عن أن الرجل دا يأس دا من رحمة ربنا حكى بعد كده أن الاتنين دولها لما ماتوا هيقفوا يوم الأيام بين إذن ربنا سبحانه وتعالى فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بيه عالما أم كنت على ما في يدي قادرا انت بتحكم من فلان يخش الجنة وخش النار انت مين بتتألى علي انت بتجعل نفسك إلها معايا سبحان الله قال أكنت بيه عالما أم كنت على ما في يدي قادرا ثم قال الملكة اذهبوا به إلى النار ثم نظر إلى المذنب وقال اذهبوا به إلى الجنة أخويا وحبيبي طوب إلى الله وقوعة تيأس وقوعة تقول يا ما عملت زنوب ربنا مش هيقبلني ربنا هيقبلك وهيغفر زنوبك ويبدلها لك حسنات ابدأ بس بصدك وتوب توبة النصوحا صادقة وإن شاء الله ربنا هيقبلك وتكون أحسن مننا كلنا إن شاء الله واللي كان عنده ابتلاء شديد ويا ما ناس في بلاء شديد وإحنا عايشين في زمن الابتلاءات كلما الدنيا بتكتر وكلما الدنيا بتتقدم وكلما الحضارة يعني بتغزو الحياة كلما الابتلاء بتكتر ومتطلبات الإنسان بتكتر أكتر وأكتر فكلما يكون عندك ابتلاء تذكر دايما قول المولى عز وجل فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا ولن يغلب عصر يسرين لأبدا كما قال ابن عباس رجا الله عنهما كن راضيا بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وكن على يقين أن والله ثم والله ثم والله لو ربنا مش بيحبك عمره ما هيبتليك قال جلع قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه اللي ربنا رايد بخير هيبتليه واللي مش رايد بخير مش هيبتليه أبدا ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة قد بالك في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة والحديث روض ترميذي في سنة صحيح ما يزال البلاء مستمر بالمؤمن والمؤمنة في المال والنفس والولد حتى يلقى الله وليس عليه أي خطيئة يا مناس كانوا مليونرات ومرة واحدة بقى على الحديدة فقد أمواله لو فأت الدنيا كلها أوع تيأس انت اللي بتملك الدنيا عمر الدنيا ما بتملكك انت اللي جبت الفلوس بقدر ربنا وبفضل ربنا والفلوس عمرها ما جابتك لو فأت الدنيا كلها ما تيأس مدام عندك دينك ومدام عندك إيمانك إيمانك وقرآنك ودينك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم أغلى عنك عندك من الدنيا كلها لما خير سيدنا يوسف عليه السلام بين مصيبة الدنيا بأنه هو يسجن بأنه هو يسجن ويعيش في السجن وما أدراك ما السجن خد بالك وبين أنه هو يصاب في دينه فيصبه إلى النساء قال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي شوفها ديه يبقى السجن أفضل عندي من أننا أصاب في ديني ولذلك كان من دعاء حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فلا تحزن لو فقدت الدنيا بأسرها ومن مات أحبابه ويا ما ناس فأدت أحبابها أوعى تحزن وأوعى تيأس مش هي دي نهاية المطاف لأن الدنيا كلها ظل زائل النبي وضحها وشبها كده قال إيه إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل ماشي مسافر استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها هو مسافر بقاله ثلاثة ربعة أيام وهيوصل بعد ثلاثة ربعة أيام ووقف يستظل في عشر دقايق الدنيا هي العشر دقايق ديت لكن لسه في حياة جميلة حياة رائعة حياة خالدين فيها مخلدين في جنة الرحمن التي فيها ما العين انرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلو فقدنا أحبابنا بنرجو من ربنا سبحانه وتعالى إنه يجمعنا بيهم في الجنة عشان نعيش أجمل حياة قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لو الأب والأم أعمالهم الصالحة وصلتهم الفردوس الأعلى وولادهم دخلين للجنة برضو بس في درجة أقل من رحمة ربنا إنه يرفع الأقل للأعلى ويعيشهم مع بعض في أعلى درجة في الجنة علشان يسعدوا مع بعض في الجنة نبنا يجمعنا وإياكم في الجنة المولى عز وجل كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند البخاري قال من أخذ الله صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة في حديث جميل أوي روات المذي بسنات حسن إن النبي بيصور مشهد جميل أوي إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر للملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن فيذهبون لقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا قبضوا ابن هذا العبد صعد إلى الله عز وجل فقال جل وعلا أقبضتم روح ابن عبدي أقبضتم ثمرة فؤادي وهو أعلم فيقولون بالا قال كيف وجدتموه قال وجدناه يحمدك ويسترجع أو المبنو مات قال الحمد لله إنا لله إنا لا يراجعون فقال جل وعلا ابن العبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا الله حديث ثالث عجيب جدا روالنا سائب سندا صحيح إن كان فيه واحد من الصحابة كان دايما يعود مع النبي وكان ليه ابني كده بيقعد يلعب حواليه فالنبي سأله سؤال جميل قوي قال له أتحبه فالصحابة رد عليه برد عجيب جدا قال أحبك الله كما أحبه ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني شخط بالك فغاب هذا الصحابة بعد أربع خمسة يام كده النبي سأل عليه قال له ابنه مات فرح يعزيه فقال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك تحب أن لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية قال فذلك لك فأم صحابة تاني جزاء الله عنا خير الجزاء قال يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم فأي حد يحتسب ابنه يحتسب حبيبه يحتسب صفيه أمه أبوه زوجته ولاده ربنا هيجمعهم بيهم يوم القيامة على الأبواب الجنة الثمانية ويتبينونه بيت الحمد ويخش الجنة ويلحق بيهم في الجنة إن شاء الله ويقول إنسان اللي تظلم ويا ما ناس تظلمت وإحنا عايشين في عصر لو صدق أو صح القول هنسميه عصر المظالم كترة المظالم أوي وكترة ظلم جدا في عصرنا ده حيث أقول له ما تيقس ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك وهيمصرك دنيا وآخرة قال جل وعلا وعزتي وجلاري بيقول لدعوة المظلوم تعالى نشوف الحديث من أوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب يقول جل وعلا وعزتي وجلالي بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين الله أكبر ويوم اليامة هتاخد من كل إنسان ظلمك هتاخد حسنات بقدر المظالم اللي ظلمها لك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس قال المفلس فينا بل لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال جميلة هون ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مل هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عشان كده حبيبك بيحذرك من اليأس والقنوط وإن أنت تتمنى الموت وتقول خلاص أنا نفسي أخرج من الدنيا مش عايز عيش قال لا يتمنين أحدكم الموت لذر نزل به فإن كان متمنيا لا محالة فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أخويا وحبيبي عمر ما في حد ييأس وهو بيعبد رب رحيم ودود غفور شكور سبحانه وتعالى حكي لك مشهد عجيب أول مشاهد يوم القيامة مشهد في غاية الروعة رواة مسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول يخرجوا من النار أربعة أربعة حسبه ودخلوا النار ربما الله أعلم الحديث ده محيرني ربما يكون حد فيهم شاكك في أنه دخل النار ظلم فأعيد حسابهم مرة أخرى سياق الحديث بيقول حاجة زي كده فيعودون يخرجون من النار مرة أخرى ويوعاد حسابهم مرة تانية فيتيقنون أنهم يستحكون النار فإذا ما ردهم المولى عز وجل أمر الملئكة يردهم للنار يستدير واحد من الاربعة فإله ما كان ظني بك يا رب قاله ما ظنك قال ظني إذ أخرجتني منها يعني من النار ألا تردني إليها فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك اذهبوا به إلى الجنة عمر حد في الدنيا يئس بعد الكلام ده حد يئس بعد ما يسمع قول المولى عز وجل ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء حد يئس من ربي رحيم ودود جعل رحمة وحدة في الدنيا يبقى ترحم بقى الإنس والجن والطير والدواب والوحش فإذا ما كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى تسعة وتسعين رحمة إلى مئة رحمة ما شاء الله مين يدخل هذا يوم القيامة أخي وحبيبي يلي يأسان من دنيتك يوم القيامة هيتناد عليك قبل ما تخش الجنة أربع ندئات إلا أربع ندئات دولة يحلو لك كل مشاكلك في أربع ندئات قبل ما تخش الجنة وتنعم في الجنة كما ورد عند مسلم أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي منادي يوم القيامة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا هتبقى مخلط في الجنة وإن لكم أن تشبوا وتبضلوا الشباب على طول فلا تهرموا أبدا عمرك ما هتعجز أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ما فيش أمراض أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا عايزي أكتر من كده يقينا إن شاء الله لا يأس ولا قنوط كلنا بنرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وبنتذكر الحديث اللي بدأنا في أول الحلقة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أخي يا حبيبي لا يأس ولا قنوط انتصارنا على الشيطان في الجولة ديت مش هنخليه يأس حد مننا ولا يقنت حد مننا كلنا رضيين بقضاء الله وعارفين إن كل قضاء وكل بلاء نازل هو محن ومنح في وقت واحد وإحنا رضيين بقضاء ربنا وكل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب اللهم ارزقنا الرضا بقضائك يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا منقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت الطلاب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر لنا ويرحمنا اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف تشربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأكمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته